السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ دي سعدك. الحمدلله. ابن اخويا حضرتك ماشي بالسيارة. ارفع الصوت شوية. مش قد في الصوت منخفض لي يا عبدالله. اقول لك سمعني كده. ايو كده سمعت. ابن اخويا حضرتك السيارة وماشي. ايه. ففي طفل جي تحت العجلة الخلفية وهو مش شكوش خالص. ومات هذا الطفل مدريش ابن اخويا الا ووالد الطفل ده وعمه. خططوه على باب العربية. قلو له افوق افوق افوقت. لا الولد مات. وعمه ثلاث سنين. ايه اللي عليه حضرتك عشان يكفر عن الخطأ ده. والله في هذه الاحوال بننظر هل المجني عليه متحمل نسبة من الخطأ ام لا. وبقدر النسبة نسبة خطأ المجني عليه تخصم من الدية. تخصم من الدية. ولكن الاشكالية في الاشكالية التي نواجهها في مصر. اه. اننا ليس عندنا نظام العصبات. فيفترض في قتل الخطأ ان عصبات المجني عصبات الجاني في قتل الخطأ. تتحمل الدية معه. ولكن هذا لغير موجود. فالليس يعمله تقريبك. يراضيهم بأي مبلغ من المال الذي في وسعه. لان الطفل ايضا على حد قولك عليه نسبة خطأ. ايوة لان بيلعب ومسكو كذا مرة من تحت التوك توك. انا اقول لك يعني عليه نسبة خطأ. اه. تخصم نسبة الخطأ هذه من الدية. اذا كان مقتل مية في المية اختلف عن اذا كان مقتل عشرين في المية. والدية على التقدير المصري الازهاري الان. اه. ستة وتلاتين ونصف كيلو جرام فضة. ستة وتلاتين ونصف كيلو جرام فضة. يعني مثلا ما ادي اربعمية الى خمسمائة اربعمية الى خمسمائة الف جنية. اذا كان هو متحمل القتل للخطأ مية في المية. هيدفعها هو العصبات. العصبات غير موجودة. العصبات غير موجودة. فنلقع نقول لا يدفع ما في وسعك. وسيصوم شهرين متتابعين لان الرقبة غير موجودة. فلن يستطيع ان يحرر الرقبة ايضا. اه. لا يستطيع طبعا. فيؤدي ما استطاع ولا يكلف الله نفسه. شكرا جزيلا. الله يكمل. بسم الله. شكرا جزيلا.